يمثل استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية انتعاشا كبيرا للقطاع السياحي وذلك في ضوء جهود الحكومة وتحركاتها خلال السنوات الماضية وتعد السوق الروسية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وبشكل خاص الغردقة وشرم الشيخ برمالها الذهبية وطبيعتها الساحرة تستقبل ضفاف البحر الأحمر الأحلى في مصر والأجمل في العالم عشاقها من ضيوف مصر من السياح الروس بعد عودة الرحلات السياحية إن مصر بلد جميلة وودودة وأحببت مصر كثيرا لأن بحرها رائع وبها أماكن سياحية كثيرة جميلة جدا وشخصيات ودودة الجهود المصرية الحثيثة تكللت باستئناف السياحة الروسية لمقصدها الأول وانتصار للسياحة المصرية التي تجاوزت تداعيات جائحة كورونا لتواصل انتعشها يوما بعد يوم كنا في غاية الحزن لتوقف الطيران لشرم الشيخ لقد كان استقبالنا رائع وفي منتهى الجمال والدف عودة حميدة وابتسامة اعتلت الوجوه منذ اللحظة الأولى التي لمست أقدام السائحين الروس فيها أرض الكنانة ابتسامة حملت أملهم في رحلة ممتعة كما حملت ذكريات لأيام ماضية قضوها في مصر ولن تنسى إنه لا إحساس رائع العودة لمصر مرة أخرى لقد جئت هنا مع أمي وسعداء بعودتنا مرة أخرى نحن نحب البحر الأحمر لأنه الأفضل في العالم ونحب مصر والتقاليد المصرية ومصر في قلوبنا وإثباتا لحسن اختيارهم استعدت مطارات وفنادق ومنتجعات المدن السياحية على ضفاف البحر الأحمر على قدم وساق لتوفير إقامة مريحة وآمنة للسياح من مختلف دول العالم كنت أمتظر منذ فترة طويلة أن تعود السياحة لمصر وأود بشدة أن أجاهد البحر الأحمر وأتمنى أن أقضي إجازة سعيدة وجميلة مثل هذا الاستقبال الرائع هكذا هي أرض الكنانة كما كانت واعتادت أن تكون يتوافد عليها السياح من مختلف دول العالم بينما تدعب أحلام أقرانهم الذين لم يحلفهم الحظ في انتظار تحقيق الحلم والفوز بزيارة يستمتعون بها ويتحاكون بلحظاتها على مر العصور